تنفيذ لتوجيهات الملكية السامية تنفيذ لجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية أكد أن ملف الأمن الغذائي يتصدر قائمة أولويات اللجنة الوزارية وتوليه أهمية خاصة بما يسهم في تحقيق التوجيهات الملكية السامية وتنفيذها على أرض الواقع وقال معالي إن تحقيق الأمن الغذائي لسيما في مجال الإنتاج النباتي يتطلب الوقوف الجاد على الوضع الراهن للزراعة في مملكة البحرين وتشخيص ذلك الوضع بموضوعية تامة ومن ثم وضع الحلول وتبني المناسبة منها والتي ستمكننا من الوصول إلى درجة متقدمة من درجات الأمن الغذائي والمتمثلة في تطوير مجالات الاكتفاء الذاتي وذلك بالتوازي مع تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي والحفاظ على خبرة أصحاب تلك المهن ليكون جزءا مهما في إنجاح تلك المشاريع تحقيقا للرؤية الملكية الحكيمة في هذا الشأن وكان معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة يرافقه سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وعدد من مسؤولي الوزارة قد تفضل بزيارة مركز الحاضنات الزراعية بهورة عالي الذي تشرف عليه وكالة الزراع والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الذي ترأس مجلسه الاستشاري صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكا بنت إبراهيم الخليفة قارنة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله وخلال زيارة مركز الحاضنات الزراعية بهورة عالي تفقد معالي عددا من المزارع التي تدار بأيد وخبرات وطنية من الأفراد وطلع على ما ينتجه المزارع البحريني من مختلف أنواع أو من مختلف الأنواع والأصناف النباتية المحلية أو تلك المستوردة بذورها من الخارج وحي معاليها المزارعين البحرينيين الذين تحدوا الصعوبات المختلفة فتغلبوا عليها رغبة منهم في الانخراط في هذا المجال وأحيائه واستطاعوا بعزيمتهم وأسرارهم تحويل المساحات الشاسعة في هورة عالي من أرض قفر إلى مشاريع استثمارية ناجحة جعلتهم رواد أعمال قادرين على إدارة مشاريعهم بما يحقق لهم مصدر دخل ويؤمن في الوقت نفسه للسوق المحلية من منتجات نباتية تلبي الاحتياجات وترضي مختلف الأذواق وفق مستويات ذات جودة وأسعار تنفسية كما استمع معالي من المزارعين إلى مقترحاتهم التي تسهم في تطوير العمل وتحقق لمشاريعهم الفائدة المرجوة لسيما ما يتعلق منها بالتسويق ومنح الأفضلية للمنتج النباتي المحلي وتوفير المرافق والخدمات الأساسية وأعمال البنية التحتية في هورة عالي وتهيئة العوامل المناسبة لهم التي تمكنهم من الانتقال إلى تطبيق أحدث أو إلى تطبيق أحدث التقنيات الزراعية كالزراعة المائية عوضان عن استخدام الأساليب التقليدية ذات التكلفة المرتفعة وفي هذا الصدد فقد وجه معالي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى حصر ودراسة جميع المقترحات التي تقدم بها المزارعون ووضع التصورات اللازمة بشأنها ورفعها إلى اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية لوضعها في مسارها التنفيذي وفق جدول زمني محدد كما وجه معالي وكالة الزراع والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى تقديم كافة أشكال الدعم والإسناد للمزارعين وتذليل ما قد يتعرضهم أو ما يعترضهم من عقبات وإيصالها إلى الجهات المختصة ذات العلاقة هذا ويستفيد 24 مزارعا بحرينيا من الأفراد وخمس شركات محلية من الأراضي الزراعية التي تقدر مساحتها بحوالي 48 هكتارا ضمن مشروع مركز الحاضنات الزراعية بهورة عالي هذه الزيارة هي دليل على اهتمام الحكومة المؤقرة في دعم المزارع البحريني وتنفيذ توجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه في مبادرة الأمن الغذائي وتوجيهاته إلى الوزارة في دعم المزارع البحريني وإيجاد السبل لزيادة الإنتاج للوزارة حاليا تقوم بإعداد المزارعين البحرينيين وأيضا المختصين البحرينيين في المجال المجال السزراع السمكي وانتهت الوزارة حديثا من تخريج أول دفعة لخمستعشر فرد بحريني في تقنيات المزارع السمكي وتلقوا الدروس النظرية والعملية داخل وخارج البحرين لتوطين هذه المهنة وتشجيعهم على أن تكون عندهم مشاريعهم أهم الخاصة كان في ترحيب كبير من قبل المزارعين بزيارة معالي شيخ خالد وقدموا له بعض الأمور اللي يطلبون تحسينها سواء كانت قضية تسويق منتجاتهم بعض الخدمات المطلبة في المنطقة من بنية تحتية أيضا الاهتمام بالتدريب في المجال الزراعي واستخدام بعض الأصناف المحلية وان شاء الله لهذه السيارة بيكون لها مدور كبير في تطوير المنطقة وتحسين الخدمات فيها من زيارة معالي الشيخ خالد بن عبدالله إلى منطقة فورة هالي الاستزراع طبعا هذه ندل ندل على متابعته الحريصة والحثيثة عق المزارعين ووقف على المستجدات والتحديات الموجودة طبعا نستمعنا إلى توجيهاته هو ما قصر طال عمره هلا استمع حق مقترحاتنا إن شاء الله نتمنى لهذه الجهود تتكاتف معها ويثمر في تنمية الغطاع الزراعي في مملكة البحرين نحوه طبعا تنمية المستدامة وخاصة في الأمن القذائي للأمانة يعني أول ما تحدث معنا الشيخ خالد قال لنا أنا إياه أسمع مشاكلكم واللي أنتوا عندكم وهذا شيء يعني أسعدنا كثيرا والله يحفظه قال يعني طرحنا عليه مشروع إنشاء شركة أو فكرة إنشاء شركة تعنا بتسويق منتجات المزارعين يبقى المزارع بس يتخصص في الإنتاج وهذه الشركة هي اللي يتسوق منتجات المزارعين وللأمانة يعني هذا يعني وأيضا هو طرح موضوع الطاقة الشمسية من خلال مشكلة الكهرباء اللي موجودة في كل المزارع زيارته أسعدتنا وايد يعني ما كان حدياننا من قابل في هالمشروع دي والزراعة محتاجة دعم في البلد لأنه يتشكل أمن غذائي للبلد مثل ما أنواع الأمن الأخرى الموجودة أمن مائي ولا أمن أمور أخرى أعتقد الأمن الغذائي أيضا مهم جدا للبلد الشكر موصول إلى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على وقفته هي المزارع البحريني واليوم شفنا وتعنى إلينا المزرعة وهذا شيء كبير عندنا وطبعا ما ننسى الجند الخفي اللي هي الشيخ مرام بتعيسى آل خليفة وما ننسى بعد صاحب الفضل الكبير اللي هو الشيخ خليفة بن عيسى وكيل الزراعة سابقا وطبعا تكلمنا في موضوع يوم جه الشيخ هنا وتكلمنا في موضوع عن سالفة تمكين نحن نبغي تمكين تفتح إلينا وما قصر الشيخ ووعدنا إن شاء الله نشوف الأشياء الأفضل وطبعا نتكلم عن الأصناف الأصناف السنة نحن متميزين في زراعة التين وعدنا زراعة الشيري وعدنا الباباي طول الموسم ترجمة نانسي قنقر